بعض الشباب يستكي ثقل الصلاة انه يا شيخي صلاة ثقيلة علي انا حب الصلاة ودي اصلي وليه منها فاتت يا صلاة ندمت وضاق صدري وتحسفت قلت يليتني رح تصليت يليتني قمت الشعور هذا اللي انت تشعر فيه الندم او الضيقة ترى حلو حلو عند قلبك حي ما زال يعني يحترق اذا فاتتك مثل هالطاعة هذي لكنه ما يكفي ما يكفي الندم لابد من تصليح الوضع لان ان الله لا يغيروا بقوم حتى يغيروا لازم تغير اما بس الندم والاماني وغرتهم والاماني حتى جاء امر الله وتلك الجنة تورثتموها بما كنتم تعملون لله التغيير ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لك على خير الله وشد تفبيت نحن محتاجين الفعل ما يكفي الندم بس الندم بادرة حلوة منك لكن ما يكفي لازم معه انك تتحرك وتبدأ تغير من وضعك شف الثقل هذا اللي جالس ان تعيش ترى لهذه السباب منها اول شي ان النفس ما تعودت على مجاهدة النفس هذه جاهدة الطاعة منها كذلك الشيطان اخلا شتوم الذن ها ثم بعد اقام هذه وسوسة كذلك الشيطان والتسويف منها كذلك ان بعض الذنوب الثقل الواحد ثقل الواحد ما تخليه يقومي بعده لان السيئة لها شؤوم قد تحرم لذة الطاعة منها كذلك الصحبة شوفوا خياء عادي مهملين مهمشين وضع ما يفكر فيها يا اخي الصلاة لو الله ما يحبها كان ما طلبها خمس مرات وامر بها خمس مرات حيا على الصلاة مقرون بها الفلح انت بتفلح في الدنيا والاخر حافظها على صلاتك طيب نشر العلاج ان عرفنا الاسباب الان عرفنا الدواء نريد من يعرف الدواء وما من داء الا وله دواء طيب العلاج اول شي خلاص العمل لله عز وجل انك هذا العمل تفعل طاعة لله ابتغاء وجه الله عز وجل وان هذا الامر من اجل الله ترى يهون كثير اذا كان عشان الله اللي اكرمني واعطاني لتذكرت انها لله تجديد النية كذلك تذكر الثواب اذا فعلت والعقاب اذا اتركت وهذا موجود في الكتاب والسنة كذلك الصحبة الطيبة يعني بعض الاصحاب مخدرين على العبادة كذلك منها الاستغفار من الذنوب لان ما استقبلت الطاعة بمثل الاستغفار من الذنوب كذلك الدعاء ورب جعني مقيم الصلاة ومن ذرية يباهي يقول عليه السلام يقول نبي ام الانبياء وابو الانبياء ربي جعني مقيم الصلاة دعاء ان الله عز وجل يعينك على الصلاة ربي يعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسني عبادتك كذلك تعويد النفس على مثل هالشيء المبادرة المسارعة المسابقة المجاهدة النفس على مثل هالشيء اما اللي يتسميه اما اللي منا جوقت الصلاة غفوة او يستثقر جيك الشيطان يثقلكوا نفس الأمارة بالسوء بالسوء فأنت لا تعطي مجال على طول قم انك اذا استثقلت هالشيء ترى بعدين اذا اطلعوا من الصلاة او صلوا تراكبت اندم بعدها تذكر الندم تذكر الضيقة وتذكر انك اذا رحت وبادرت وضغطت على نفسك شفت لحظتها هذه لحظة الانتصار اذا انتصرت ترى عقبها اللذة تجيك فأنت لا بد انك تسارع تسابق والنفس هذه اذا جاهدت جاهدت النفس هذه على الطاعة راح تتندب فيها ولو بعد حين هذه بعض اسباب وبعض يعني ظلاج ثقل الصلاة تذكر ان تضييع الصلاة او التفريط فيها او التقصير فيها يترتب عليه همور وله شؤم اه نعم له شؤم تذكر الشؤم هذا اللي بيجيك منها تتسلط عليك الشهوات فخلافا من بعدهم خلفهم اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سلطت عليهم الشهوات منها عدم البركة منها عدم الرضا ترى الرضا هذا والطمأنينة القلبية تلقى عد اهل الرضا تبلاستي الداعم من اهل المساجد والراحة النفسية وفي السكينة والبركة والرزق وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها لا انا سألك رزقا نحن نرسلك يا اخي انت قريب من الله وصلتك بالله العظيمة جدا اللي هي بالصلاة توقع يخليك ويتركك يهبك من الارزاق ومن الراحة ومن السعادة ومن الطمأنينة إذن تذكر الشؤم وتذكر على نقيضة الفرح والسرور بمحافظتك على الصلاة الله يجعل نهيكم من المحافظين عليها وبالعمل ذرياتنا شكرا حيانا يا جماعة ولد عمك او اخوك او صديقك او احد زملائك او من المقربين لك او من اللي انت مضيفهم بالسناب يكون ما قد في مثل مشكلة اني ذكرت لك هذه اللي هي الثقل في العبادة والثقل في الصلاة في الصلاة خاصة ف انت ما تدري ايو الله مر علي كثير مثل جي كذا فارسل لها السنابات هذه الاجر جايق جايق اللي هو اجر الدلالة اجر الدعوة اجر النصيحة فقد تحرك شيء في قلبه وانت لا تدري قد يكون واقع فيه مثل هالشيء وانت ما تدري فتكون سبب لدلالته وهدايته لطريقة الصلاة وطريقة البسجة فالدال على الخير يقول صلى الله عليه وسلم كفاعله لا تحرم غيرك اجر ما سمعت الله يوفكم